شروط شروط واسقة عوض القرآن الشروط دي لتنجونا زمانية ايو دا كانت دوسيا أستاذ أحمد مشكلتنا ان احنا اقتلعنا من جزورنا ومن مصادرنا الاولى وخاصة في قضية المرأة دي بالذات انا لما بتكلم على قضايا المرأة ابدا لا اغبن ابن الرجل مع الرجل ابني والمرأة بنتي ولكن انا بتكلم على عدل وعدالة تشريع الاسلامي لحق المرأة حتى يستقر البيت يعني انا يوم ما سمعت ان احنا اكتر نسبة على مستوى العالم اللي عندنا نسبة الطلاق ده ليليق بنا بأمة دات دين ودات عقيدة ودات حضارة ودات ثقافة وقية معداد ان احنا نصل الى هذا المستوى ليه؟ اولا ان الرجل اخد من النص واساء تطبيقه في قضية التعدل واساء التطبيقه اه التعدل شريعة اسلامية لها ضوابطها ولها اصولها ولها عدلتها ولها ميت ضابط وضابط لو الرجل تأمله هيخشى ان يقترب منه ادي واحد للأسف المساق الغليص ده ربنا سبحانه وتعالى سمه الميت اجعلنا بينكم مساقا غليصا ليه؟ حتى لا يحدث فيه هذا التلاعب اللي احنا بنجده الان كانت المرأة في العزق انا لازم ارجح هذه الندوة لا لأسازة اللي ناقشوا فيها البرديات اللي وجدت فيها هذه الحقوق لانا لما قولها دلوقتي الناس هتندهش ان الزايدة كان موجودة عندنا وكانها عقد يعني كانها عقد اه اه حنفي مديرة مركز البرديات والنقوش على ضرورة انشاء معهد البرديات ليه؟ ودي دعوة في انتهى الكرامة والقوة العلمية لاننا لم نعرف جزوري ما تحشي في حاضري فهي الحقيقة السيدة الفاضلة اتمنى انها تكون حية ترزق اه انها تدعو الى الاهتمام بالبرديات وبمعهد البرديات وما وجد فيهم المحتوى ومشاركها في هذا الامر الدكتور سعيد المغوري اخذت منهم منتهوا انه في هذه الندوة ده كانت ندوة او مؤتما ايه هو من اهم ما ورده حتى تسود الرضا النفسي في البيوت وكانت من هذه العقود ما ينص صراحة على عطاء المرء حق تطليق نفسها واشتراطها ان لا يتزوج عليها الا برضاها وان يوفر لها مستوى معين من الاساس والحلية وغيرها هنا انا عايز اكد للمشاهد هذا العقود والتي تقول ان نصير لا احل حراما ولا احرم حلال ابدا انما اطلب العدالة في التطبيق كما اراد الشر والشريعة فهي من حقها انها لما يجاوز عليها انا يا سيد لا اطيق تتجاوز عليها وانا الظروف تستحمل كذا وكذا امري بيدي من حقها تطلق نفسها اذا الشرط من الشروط اللي ممكن تكون متوجدة فيها في الوسيقة اذا قام الزواج بالزواج يكون امرها بيدها اه لا يتعد اه هي حرة امرها بيدها لا تعد مطلقة اه امرها يكون بيدها ليه بدل ما تعد يدقل بقى صراع الدراء دا بقى مش ضد التعدد يعني دا دا مش خطر ما ترفضش لا والتعدد مش هو القاعدة وان خفتم ألا تعدلوا لا يعني فكرة ان انا لو اتجوزت على مراتي مراتي بقى لها حق انها تطلق نفسها يحر بتانيك سيد ولا ستت عليها لا بس هي كده كأنها بتخالف هذا الشرط لا انا بشكرك على هذا الحوار هي مش بتخالف لكنها تقولت انا لا اطيق طب السيدة فاطمة رضي الله عنها ام ابيها لما اراد الامام علي انكرم الله وجهه ان يتزوج تكتبوا الكلام دي يا جماعة على الشاشة يعني تكتبوا الشروط وانا تتكلم عنها ان اول شرط من حق الزواج اذا قام الزواج بالزواج عليها انها يكون امرها بيدها يكون حقها وده مش مخالف للشرط بتاتا هي حرة اذا رغبت انها تكون زوجة ثانية وسالسة ورباعية حرة تمام والشرط التاني ده اول شرط هلا يتزوج عليها الا برضاها او يسترضيها لازم في انا محتاج زوجة تانية تساعدك وتساعدني وكده فيش مانع هنا بقى العدالة مش العدالة ان انا اتجوز عشان انكل بالأولى ولا التانية او ان انا انا معاش كده اتركت اول جملة ان ربنا اعطى للرجل بعض الحقوق لكنه لم يحسن تطبيقها بعدل الشريعة طيب دكتور انا لو ايابنا الاية او عكاسنا الاية اقولني ان الزوج وضع شرطه من ضمن شروطه انه من حقه اه التعدد خلاص المؤمنون عند شروطه خلاص يا تخضع تخضع خلاص تخضع لا مانح هي حرة تمام طلبات الزينة شوفوا الرفاهية انه هو يوفر لها الزينة من عطور وقلائد وبخور ووسائل الطرف والترفية في حدود المباحات اه ده شرط اه ده اتكلم على البرديات الكلام ده ايه ايه معانا في حدود المباحات يعني ما يجيب لهاش غانية ولا يجيب لها رجل في البيت وعجي غانية لها طول النهار في حدود المباح فده المباح دلوقتي التوفيزيون انا عايز اقولك حاجة ده اصديف البرديات من القرن الرابع الهجر لكن دلوقتي احنا بقت ما شاء الله مش محتاجة يجيب لها مباحات ده هي تجيب المباحات كما تشامل خلال البيت ووسيئة ووسيئة يعني كمين يبقى هو تخفل بالزينة اه يوفر لها ما تشتهيه من زينة من اه المباح من الطرف والترفية دلوقتي المباح من الطرف والترفية خلاص بقى موجود في وسائل الاعلام بقت متوفرة وزيادة كمان فده ما بقتش حاجة لكن انا بقول نصوص البرديات مش اللي بطالت بي دلوقتي انا بأكد هقول ايه لها طالب نصوص البرديات طب النوطة الثالثة النوطة الثالثة اللي في البرديات ويوجد في نصوص البرديات العربية التي حوت معلومات قيمة عن عقود بيع وشراء واجار واعمال اخرى لبعض النسوة انه هو يشتري لها اه عايز يهديها بيت عايز يهديها بيهد عربية ممكن مثلا فعملية ارضائها بهذه المقتنيات دي مسألة كانت تكتبها في عقد القرام بتاعها تمام وده من حقها اه وتصرفات مالية خاصة بنقل ملكية العقارات والحوانيت مما يؤكد على تمتع المرأة المسلمة بدمتها المالية المستقلة والتي مرستها المرأة منذ العصور الاولى تمام نمرة ثلاثة تمام واشار اساتيزة الندوة اللي انا ذكرت اسمهم في الاول الى ان البرديات العربية تظهر بجلاء تام حرص الاسلام على توفير وضمان الحقوق للمرأة المسلمة والمرأة الزمية على حد سواء حتى ان بعض اهل الزم طبقا لنصوص البرديات كانوا حريصين على كتابة عقود الزواج الخاصة بهم طبقا للشرع الاسلامي وبشهودنا المسلمين لانها طبعا كانت يعني عقود سخية وبتحمي حق المرأة فكانت المرأة المسيحية في هذه الاولى واسكر حتى سنة 39 احد زعماء اهلنا من المسيحيين طالب بان تطبق على المرأة المسيحية بعض الشروط الاسلامية التي لا تتصادم مع الشريع المسيحي وحتى في العصر العثماني المتهم بتخلف اوضاع المرأة يكشف في هذه الندوة الاستاذ الدكتور محمد حسام الدين اسماعيل الاستاذ بقسم الاثار بجامعة عين شمس النقاب على ان وثائق البرديات المكتوبة في العصر العثماني تعطي صورة دقيقة عن احوال المرأة المسلمة في هذا العهد وتبين حجم الحقوق التي تمتعت بها واشار الى وثائق محكمة رشيد الشرعية رشيد عندنا هنا خلاص انا هقولك البندي دا ونتكلم بالكلام يعني الشارع بقى يعني هجبت حيك باعيست قوليلي ان فكرة الشهود دي اتنوجودة من زمان طب انا هقولك على موبدك اتلغادة قريب وهناك عقد الزواج اخر مكتوب على ورق البردي ينص على ان يدفع الزوج لزوجاته مؤخر الصداق مؤخر الصداق خلال خمس سنوات من زواجهما وتتصر فيه كيفما تشعر تمام اخيرا وهناك وثيقة اخرى تشترط الزوجة على زوجها في عقد الزواج المؤسق بالمحكمة الشرعية برشيد ان يكون لحق بيئة او عطق جارية زوجها اذا وجدتوا الى الاسمان اخير برضو انه يشبقى اللي اختير المؤخرات هل من حق الزوجة تحط الشرط تقول لو خني جوزي يبقى انا كده اطلق اه ممكن من حقها من حقها طبع لان هو كده هيلوس بيت الزوجة او هيلوس حياتها من حقها انها تتطهر من هذا الزوجة من حقها تحط الشرط تقول انها لو انسا كانت بتدخس انها هيكتلة سوريات العبيد كان فوقته ما هيها شايف اهم انا فهم ده ده قديم بس بكام على موكرة بتطبق الشرع القديم ممكن دوقتي نعمل ده انسا كدلت بشرط من ضمن الشروط تقول ده خياسا على ما كانت تطلبهم من الجواري في زمانه طب القدرة على الانجاب هل ده برضو يبقى شرط من ضمن الشروط اشتركوا في القناة